أعتقد أنه طبعاً على رئيس على كل هذه البساطة العفوية وقال بصريح الكلمة بأنه ربما لا يوجد الخطارة وليس بليغ وليس خطيب ولكنه تحدث بلغة الناس العادين وحتى بنفس الأدبيات وتحدث بهذا الشيء ووضع الأصبة على الجروح نعم هو أشار إلى الكثير من المشاكل الموجودة يعني هو فعلاً كان صادقاً ومحقاً أشار إلى أن هناك خلل كثير وهناك سياسات خطأة في البلاد ولكنه ربما أنا لا أتفق معه في بعض الأمور هو يحاول أن يتهم الحكومات التي سبقته ويتهم المسؤولين بالقصور عن كل هذه المشاكل في حين عندما نتعمق في هذه المشاكل مثلاً تدهور الوضع الاقتصادي صحيح أن هناك أداء اقتصادي ضعيف من قبل الحكومات ولم تتمكن الحكومات من تحسين الوضع الاقتصادي أو من المواجهة مع الحظر الأمريكي لأن هذا الحظر أصبح عمره أكثر من 45 عاماً وبالتالي يجب أن تتوفر لدى دولة ورجال الدولة يعني كل المقاومات وكل التجارب حتى يستطيعوا أن يلتفوا على هذا الحظر من فعلاً يعني ربما يلتفوا في جبهات معينة ولكن ليس في جميع الجبهات عندما ننظر إلى المشكلة الاقتصادية طيب سنأتي إلى المشكلة الاقتصادية أستاذ مصدق ننظر إلى المشكلة الثقافية المشكلة الثقافية والاقتصادية سنقف